اشتركوا في القناة وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء صباح استيقظت المشاعر داخل النفوس وسعد الأهل بنيل أبنائهم شهادة الماجستير 62 طالبا وطالبة من العراقيين من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية ها هي رسائلهم تنضم إلى قطار خدمة المجتمع بعد عبور مرحلة البحث والتحصيل العلمي ها هنا اليوم نحضر حفل تخرج جامعة الشرق الأوسط التي فيها كثير من الطلبة العراقي ولكن ها هنا اليوم قد تخرى مجموعة من الطلبة لشهادة الماجستير من التخصصات الدقيقة ومن الشهادات التي إن شاء الله ستساهم في عملية دعم ودفع العراق للتخصصات لحفات العلوم لذلك ها هنا اليوم رعايتنا ليست علمية وإنما كذلك هي رعاية أبوية والحمد لله وشكر خلصت وأنا ترتيبي يعني الثاني حاولت أنه أدو إزدراسة مكثفة حتى أختصر بالوقت وأحاول أنه أصل إلى مرحلة الأوائل لبنة جديدة من لبنات العلم والمعرفة أضيفت إلى صرح العلم والعلماء فقد شرف حملة العلم بقطف ثمار ما زرعوه خلال مسيرتهم بعد أن بذلوا الجهود للحفاظ على تمييزهم وضعين نصب عيونهم مسيرة العمل والبناء العلمي العراقي أريد أن نرجع أن نساهم ببناء هذا العراق الجديد لأنه صار العراق ديمقاطي يحتاج أبناء الشعب إلى وقفة جدية لبناء العراق من جديد لأنه تعرف أن العراق مرء بظروف حاسمة وعدة حروب نحن من نفسنا نريد أن نرجع نبني العراق حتى يكون شمعة أمل لكل العراقيين الموجودين بالعراق نقف اليوم في محطة من محطات العلم والمعرفة التي اعتاد عليها مواطننا العراقي بعد أيام عصيبة من الدراسة والمثابرة الحمد لله اليوم كان التخرج متضرعين إلى الله أن يحفظ العراق وأهله من كل سوء إن شاء الله ويعمل أمن والأمان في ربوع عراقنا العظيم هذا الفوج هو السادس من أفواج جامعة الشرق الأوسط من طلبة الماجستير ينتمون إلى 34 دولة من مختلف الجنسيات أدوا القسم معاهدين على مواصلة الجهود للحصول على شهادة الدكتوراه بعد أن حملوا علما نافعا وأدوا مهامهم بجدية منضباط طيلة فترة دراستهم أتمنى للجميع ولي أن تكون هذه المرحلة هي مرحلة مشرقة في بناء عراقنا الجديد وما أسعد المرء عالما منه جاهلا وما أشرف أن يكون عاملا منه أن يحمل معول لبناء أو يشارك الآخرين في تطوير بلدنا العزيز الحمد لله مثلت بلدي بأحسن تمثيل وإن شاء الله أهدي نجاحي هذا اللي الله وفقني نوصل هاي المكانة أهدي رجاحي الوالدي والتي والبلدي وإن شاء الله هاي المكانة وشهادتي هاي أقدمها البلدي أحب أن أقول أن هاي فرحة كل الشبيرة إلي شخصيا والعراقيين جميعا وطلاب اللي وياي طلاب الماجستير جامعة الشرق الأوسط وإن شاء الله يا ربي هاي البداية بس ونكون إن شاء الله ثمرة للوطن العظيم ونرجع لبلدنا ونخدمه ونحن نحب وطننا ونحب أن نخدمه ونقدم لشي بسيط لما هو نطعنا بفضل جدهم واجتهادهم انضموا اليوم إلى كوكبة الباحثين وأضحوا مشاريع علماء عراقيين 62 طالبا وطالبة من حملة شهادة الماجستير يستعدون اليوم للانضمام إلى حملة الإعمار والبناء والمساهمة في بناء العراق الجديد من جامعة الشرق الأوسط في العاصمة الأردنية عمان زيد طائي العراقية